السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلبة وطلبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم مع حل وشرح كتاب المعصر طبعا شكل ما احنا شايفين الوحدة الاولى عنوانها يعني صيف عظيم تعالوا يلا حبيبي ونبتدي بنط الكلمات طبعا اول كلمة كلمة suite appreciation 축تعبر ونبتدى ترونت دوقتع فيها كوش كوش والنثير والان nurturing فورم فورم بوست فورم بوست ر digits اللذي عنده هذه اвет Ribebi اخبه فيشل وصير طبعا هنا حبابي يتأكد من حفظي وفهمي للكلمات. عندنا هاول كلمة كلمة تايرينج بمعنى مرهق او متعب. كوتش كوتش بمعنى مدرب تورنم. بمعنى مسابقة او منافسة او دورة. عندنا كلمة معنى ورشة. بمعنى اجازات. طب. نمبر ون بقول لي يعني احنا نقدر نقدي نجاتات كتير خلي بالك ان بتاخد الفعل دو. طبعا في السمر ايه اكيد في السمر يعني في الاجازات الصيفية. نمبر تو بقول لي طبعا بقول لي ان بابا شغال في ايه جنب البيت. طبعا اكيد حول بابا شغال في ورشة. تاني شغال في ورشة جنب البيت. طبعا نشوف نمبر ثري بوليت طبعا بقول لي من الايه انك تسهر لوقته متأخر كل ليلة. طبعا حبابي بمعنى مرهق او متعب. طب تعالي نشوف نمبر فور. وكلمة حبابي معناها شاركة فيه. الفوتبول ايه لاستير. لكن طبعا الفوتبول تورنومنت يعني مسابقة او منافسة رياضية السنة اللي فاتت. يبقى تورنومنت هتبقى نمبر فور. تعال نشوف حبابي يلا بقيت الكلمات. عندنا كلمة بيرنس بيرنس يعني الوالدين. جرام بيرنس بيرنس يعني الاجداد. صوفتوير صوفتوير. يعني برامج الحسوب البرمجيات. سكور. سكور. نيرفوس. نيرفوس. سيف. سيف. كيك. كيك. كيكت. 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 سيف. او و ه Спасибо إلي ما نيرفوس blog post blog post join join neighbors neighbors football club football club excited excited famous famous area area notice notice noticed noticed cans cans meeting meeting member member young people young people solve solve project project leader leader collect collect letter letter positive positive surprised surprised repeat repeated repeat repeated alphabet alphabet specially 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 check check chocolate bar chocolate bar new new بالنسبة لتصرفيات الافعال عندنا كلمة teach teach الماضي بتاعه taught taught teach taught taught say set set when one one set 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 understand understood understood grow grow grown grow grown leave left left leave left left read 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 write wrote written write wrote written طبعا بالنسبة للكلقائشن عندنا win a tournament يعني فوس بطولة have fun have fun have a better life have a better life score goals score goals make a mistake make a mistake make changes make changes make a poster make a poster نسبة حبيبي الكلمة ومعناه وعكسة عندنا win achieve lose start begin finish change and save protected dangerous strange unusual normal usual common possible likely probable impossible 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 طبعا بالنسبة لالسفقسز عندنا play تبعا player lead 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 teacher teach 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 هنا الصفقس بتاعتي er in a ti on في prepare تبعا preparation talent تبعا talented surprise تبعا surprise تبعا سر برايز وهنا بزود ed طبعا مديني تمرنات على الكلام ده في صفحة ستاة وشر بولي ويقاذ الصفقس بنزود اللحقة a to form the noun عشان نجيب الاسم of the verb leads اه من الفعل lead اللي يقول تبقى leader و leader حبيبي بمعنى قائد the suffix a changes which changes حبيبي بمعنى تغير the word talent into an adjective بتغيرها لي صفة طبعا اكيد اللي بيغير talent الصفة هي ال ايدي عشان تبقى talented يعني ما هو number three بيقول لي the opposite of the word safe is عكس هنا حبيبي opposite يعني عكس عكس كلمة safe امن اكيد dangerous dangerous حبيبي بمعنى خطير number four blue the synonym synonym حبيبي بمعنى المعنى of the word strange strange حبيبي بمعنى غريب هو عايز معناها فاكيد unusual unusual معناها غير معتاد طبعا في صفحة سبعتاشر حبيبي مديني بعض language notes اللي انا لازم اخلي بالي منها وهي كلمة quiet وquite طبعا quiet اللي في اخير هي لحد ما وده حل درجة يعني بيبين درجة الصفة ودرجة الفعل او حتى درجة الحل اما quiet فدي بقى معناها هادي عشان كده انا ممكن اجمع اللي اتنين في جملة واحدة واقول هي اس قويت قويت يعني هو لحد ما هادي فقويت دي اللي تيجي الاول حبيبي اما قويت دي معناها هادي بتسوي كلمة كام وكم بمعنى هادي بقول قويت يعني هادي وسيف يعني امن اما قويت دي قلنا الحال بمعنى الى حد ما she is quite good الى حد ما جيدة اتنس طبعا تايرنج حبيبي معناها مرهق ودي بتوصف اللي بيسبب الارهاق اما تايرد فدي معناها مرهق او متعب ودي بتوصف اللي بيستقبل الارهاق او اللي بيحس ويشعر بالارهاق او اللي بقى في العمل بتاعه هو اللي متعب اما تايرد بمعنى متعب لما قولي هي works for a long time so he feels تايرد هنا بيشعر او بالارهاق بمعنى بدلا من ذلك ودي ممكن تيجي في نهاية الكلام لما قولي استردم عربيت بابا بدلا من ذلك حيجيب له تاعلم حاجة اللي بدلت يا امي اسمي امي مفر بلوس انجي بولي it was fun to be a teacher instead of student a betterman the tallah instead of doing in a geofagier ing heism work he went to bit تاعين شوف حبيبي لأخباري الجلون المدهل الان اكمبيت ريضا 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 رياضا ريضا رياضا رياضا ريدا رياضا رياضا رحيطا رياضا 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 مباسا رياضا جميع د kitty noticed and it's opening your team to part in take part and help out help out collect later collect later give a helping hand in our goal with help sort you have helping hand make sure make sure learn something new you learn something real really fun really fun and amazing and an amazing end clean up clean up clean up at first at first decide to decide to for the next six weeks for the next six weeks at the end of at the end of wait for wait for pick up litter from pick up litter from at night at night give up give up over the vacation over the vacation يعني اسناء الاجهزة part of part of يعني جوز امن طبعا هنا حبيبي مطلوب من ان انا اطلع مين الصفة ومين الفعل ومين الاسم عارفين الاسم حبيبي شكل العرب الضبط وها مدل على انسان او حيوان او جمان او نبات يعني هي names of people animals plants and things طيب اما الفرب الفرب حبيبي شكل ما قلنا what the subject does or what the subject is يعني ما يفعله الشخص او ما يكونه الشخص طيب اما الصفة الاجهزة في حبيبي فهي كلمة بتوصف النوم يعني اسم او ابروناون يعني ضمير عيد على الاسم تعالوا هنا نشوف حبيبي بقولي I decided to go to the club يعني انا قررت ان انا اروح النادي طبعا decided هنا ما فعله الشخص فده طب كلاب ده اسم طبعا بمعنى نادي تعالوا حبابي بقى الجملة التانية بقولي the coach watched me kick the ball طبعا the coach هنا الكوش طبعا هو المدرب المدرب طبعا اسمه فبالتالي حكتب noun طيب بقولي watched me kick شاهدني وانا باركل ياركل ده فاعل فبالتالي حقول عليه verb طيب تعال نشوف نوبر ثري بقولي I was a talented football player اه talented d صفة بمعنى موهوب فبالتالي حقول عليها adjective تاني حقول عليها adjective حبابي بمعنى صفة a d j طبعا player هنا لعب يعني noun ونعون حبابي بمعنى اسم تعالوا نشوف بقى تمرينات عامة على الكلمات بقولي can you a how life and space is آآ عايزي يقول لي ممكن ايه الحياة شكل عامل ازاي في الفضاء طبعا اكيد imagine و imagine حبابي بمعنى هي تخيل اما join معناها يلتحق بي و make معنى يصنع بمعنى يسجل number two بقولي the the football team well before the final match. مين اللي هيضرب حبابي الفريق اكيد كوتش. كوتش حبابي بمعنى مدرد. number three بقول لي هي ازاي basketball player. he always wins and scores many goals. طبعا بيسجل المفروض طبعا طلبة basketball points مش goals حبابي. فالمفروض هي ازاي talented talented بمعنى موهوب. number four بقول لي we have a lot of free time for activities on our a. اما عندنا وقت فراغ للنشاطات اكيد فين في الاجهزة والاجهزة اسمها vacation. تعال نشوف number five. طبعا معي ايه ملون عشان هلف في الهدية. فباليف الهدية. ورابر حبابي بمعنى غلف. تعال نشوف يلا number six بقول لي how many goals did homer a in the tournament? طبعا كلمة goals بيقبعها كلمة score بمعنى يسجل اهدف. number seven بقول لي I had to in my writing to make sure that there were no mistakes. طبعا اضطريت ان انا عمليه في الكتاب عشان اتاكد ان ما فيش اخطاء اكيد طبعا check. وشك حبابي بمعنى اراجع او افحص. تعال نشوف number eight بقول لي Elsa noticed problems and made changes to them. اه طبعا بقول لي يا لحظة ان في مشاكل. وعملت تغييرات عشان ايه? اكيد يحل مشكلة اسمها يعني يحل مشكلة. تعال نشوف يلا number nine بقول لي but it's very important for the community. طبعا اكيد وظيفة الدكتور ايه? لكنها مهمة جدا للمجتمع. اكيد طبعا وظيفة الدكتور مرهقة. مرهقة حبابي بمعنى تايرينج. بدرجة الباد ولا 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 نيرفوس. number ten بقول لي you should use a strong password. طبعا لازم تساعد من كلمة مرور قوية. to stay online. اكيد to stay safe. stay safe. يعني يبقى امين على الانترنت. تعالي والله حبابي نشوف number eleven بقول لي who is the funniest in your family? my younger brother. آآ بيقول لي من هو اكتر عضو متحك في اسرتك. فقال لي اخوات صغير فاكيد انا احطار كلمة ومنبر يعني عضو. number ثيرتين بقول لي we should say eight things. to help and support people to continue working. طبعا لازم نقول اشياء ايه عشان نشجع الناس انها تستمر في العمل. اكيد طبعا بوزيتف وبوزيتف معنى ايجابي انما نيكاتيف معنى سلبي. تعالي نشوف number fourteen بقول لي don't give a you are doing a great job. لما اشجع حد اقول له ايه ما تستسلمش. ليا don't give up. تعالي نشوف number fifteen بقول لي we're happy to a part in this interesting school project. طبعا صعدين احنا نشارك ونشارك اسمها take part in. تعالي نشوف number sixteen بقول احمد didn't drink coffee. he drank juice ايه. طبعا وممشربش اهوة شرب عصير بدلا من ذلك يبقى انستيت. thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقة اشعر لكل زمالك عشان الكل يستفيد ولما كنتش اشترك في القناة اشترك بسرعة عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقة اللي جاية ان شاء الله وما تنساش فعل الجرس استنونا في الحلقة اللي جاية مع شرح زمن الماضي البسيط بالكامل وكل التريكات اللي فيه وبعدها ان شاء الله استنونا مع حل تدريبات اللي على الماضي البسيط جود السلام عليكم